العامكم بحيين بخير ومعنا بلاوكم في فرصة أخرى ومزيكم نحكيه أدخل على سيدي رمضان ومازلنا ما نحكيه على سيدي رمضان ما يسميهش حكاية حويش برشا ما زال برشا برشا حويش تحبن لنشقان الفطر وما نحكيهش على متعة سيدي رمضان حاضرة صغيرة معناها مع الأطفال على شهر سيدي رمضان شهر الفضيل عطيناهم كفيش معناها يجب صبر انت سيدي رمضان وكفيش معناها كانت البلاد تتزين كفيش كنا معناها العائلات تتلمم على بعضها ونخلقوا أجواء اللي هي تون دثرت ولا كل حد شدد البرتابل كل حد شدد هنا ديار ولا تفيرها كانت البلاد تتزين كانت البلاد معناها الحوانة محلولة بحر ينغش بالعبير الدنيا كلها كانت معناها كلها تنغش كانت الناس قبل سيدي رمضاني حذروا على الشهر الفضيل هذي شيروا فوينيس يعملوا الإيضاءة يعني كل شي في الديار في الشوارع لحوانة كلها محلولة كلها معناها زرابي فوق الحيطان البلاد الأنهج جنها جمعة كبيرة نهج البي كله كان ينغش لحوانة من أول ليلة متاع سيدي رمضان وهي محلولة تبيع تجارة تجارة ازدهر كل شي مريق لكن الله غالب توا نحاولوا أحنا نحكيوا توا مع الصغيرات هنا اللي يجتمعوا معناها في المكتبة العمومية حبينا معناها نبينولهم سيدي رمضان وشنية النكهة اللي كانت فيه تقريباً مشكلة رمضان فقد البهجة بتاعه وكل شي تقريباً فقد البهجة على خاطر تغلب لتعلينا الماديات والكورونا أسهمت لخلق هالجو المتوتر والعصار المتوترة رمضان فقد البهجة بتاعه معاش نروا فيه الشار من بتاع ناس أقبل وكيفاش يبتهجوا بخدوم وكيفاش يحيوا لاياتيس وكيفاش ميركزوش كل شيء على المآكل وعلى المسلسلات كان عندهم تركيز على جوانب أخرى تم حتى بحيث الإنسان هو المسؤول على خلق البهجة نظمنا اليوم في إطار تظاهرة صفحات فقافية حلقة حوار بعنوانا رمضان شهر العبادات وتتضمنهم العديد من العادات سميناها رمضان عبادات وعادات اترقنا لعادة الطباء في شهر رمضان تعادة من العادات اترقنا للمت رمضان على المائدة تحضير الإقطار بمجموعة بحثها جماعي للعائلة التزاور في شهر رمضان الصدقة في شهر رمضان هذا مع عدد كانت المجتمع التونسي والسفاقسي والعائلة السفاقسية كانت تتلمد في شهر رمضان تعمل أفطار جامعية تقومها زادبية العبادات بتحها جامعيا صنة التراويح في شهر رمضان المفاهيم للصيام في هذا الشهر الهدف العام من هذه الحلقة بالأساس هو التمرير العادات والتقاديد والعبادات من جيلنا جيل الكبار إلى هذه الناشئة العطري لأن العادات هذه والعبادات اللي يقوم بها هي تمثل هوية الفرد تعمتم بحيين بخير ونرغنا لو كنت في فرصة أخرى ونزيدوا نحكيه أكثر على سيدي رمضان وما زلنا ما نحكيه على سيدي رمضان